مرحبا ريم أهلا وسهلا سيد اليوم معلمنا سوف يحدثنا عن درس جديد تحت عنوان السيغة الكيميائية نعم فحدثنا في الحصة السابقة أن علينا حفظ الرموز الكيميائية والمجموعات الأيونية وتكافؤاتها نعم فحصة اليوم تحتمت كليا على حفظ التكافؤات وحفظ السيغة الكيميائية للرموز إذن هيا بنا إلى الفصل فرنا جرس الحصة مرحبا بكم طلابي وطالباتي في درس جديد في مادة العلوم الطبيعية لطلاب وطالبات الصف الثالث المرحلة المتوسطة إن شاء الله سوف نواصل التحدث عن الوحدة الرابعة تحت عنوان التغيرات الكيميائية إعداد وتقديم أستاذ الطاهر فيزياء رياضيات تمهيد سبغى وأن تعرفنا على مفهوم التكافؤ التكافؤ هو عدد يساوي عدد الإلكترونات التي تفغدها أو تكتسبها الزرة أو تشارك بها أثناء التفاعل الكيميائي مثلا الصوديوم يفغد إلكترون واحد ويكون لنا أيون أحادي الشحنة NA بلص ويسمى بأيون الصوديوم فيحتبر الصوديوم أحادي التكافؤ أي تكافؤ واحد والكلام ده حفظ الكولور يكتسب إلكترون واحد ويكون أيون أحادي الشحنة يسمى كولوريد يرمز له بCL- يحتبر الكولور أحادي التكافؤ إذن الكولور تكافؤ واحد والكلام ده حفظ الزكر ليه تكافؤ البوتاسيوم وتكافؤ الليسيوم وتكافؤ الماغنيزيوم والكالسيوم والألمونيوم ويذكر ليه تكافؤ الفلور والكلور والأكسيجين والكبريد والنيتروجين والفيسفور والكربون أجدوا لجدامك ده حفظ نتذكر الفلور في سيغة أيون سالب بنقراو فلوريد والكلور كولوريد والأكسيجين أكسيد والكبريد كبريتيد والنيتروجين نتريد والفيسفور فوسفيد والكربون كربيد تأمل هذا الجدول جدول تعرفنا عليه وهو يوضح تكافؤات بعض المجموعات الأيونية ما هي المجموعات الأيونية؟ هي زرات ذات وجود جماعي تحمل شحنة سالبة أو موجبة لاحظ كتابنا المدرسي دانا مثال لمجموعات تختم بالمقطعات ككربونات CO3- كبريتات SO4- فوسفات BO4- حيث تكافؤ الكربونات 2 وتكافؤ الكبريتات 2 والفوسفات 3 أيضا عندنا النترات سيغة NO3- وتكافؤة 1 أيضا عندنا مجموعات أيونية إن شاء الله لدي دامها نتعرف عليها تختم بالمقطع يأتى مثل نتريد NO2- كبريتات SO2- فوسفيت BO3- وكولوريد جميع هذه المجموعات الأيونية تختم بالمقطع يأتى إذا نركز على الحاجات التي دونا لها في كتابنا المدرسي بنسبة 100% تعال عندنا مجموعة أيونية لا تختم بالمقطعات ولا تختم بالمقطعية وهي مجموعة الأمونيوم رمزة NH4- وتكافؤة واحد مجموعة الهيدروكسيد سيغة OH- تكافؤة واحد أيضا عندنا مجموعة ها نتعرف عليها جدام مجموعة السيانيد أحفظ لي الجدول دا تمام عشان هيهمنا في حصة اليوم الثؤال الذي يطرح نفسه يتكون جزي الماء من زرتين هيدروجين وزر أوكسيجين فكيف نشير إلى هذا الجزي بخلاف تسميته الماء؟ طلابي وطالباتي يتم ذلك باستخدام الرموزة الزرية للطبير عن نوع الزرات استخدمنا الرمز O الرمز O وضح لنا إنه نوع الزرة أوكسيجين استخدمنا الرمز H هذا الرمز وضح لنا إنه نوع الزرة زرت هيدروجين إذن أول حاجة هانا بشي نعملها نستخدم الرموز الزرية الحاجة الثانية نمشي نستخدم الأعداد السفلية للطبير عن عدد الزرات الهايدروجين كتبنا تحته 2 العدد السفلي دا عبر لنا إنه عدد زرات الهايدروجين 2 لاحظ لزرة الأكسيجين تحت ما في أي عدد معنا عدد زرات الأكسيجين 1 فالواحد لا يكتب إذن توصلنا للصيغة الكيميائية H2O لمركب الماء وضحت لنا الصيغة الكيميائية دي نوع كل من الزرات زرات من الهايدروجين وزرات من الأكسيجين هذه الزرات موجودة في مركبنا أيضا الصيغة الكيميائية دي وضحت لنا عدد هذه الزرات وهو زر من الأكسيجين وزرتين من الهايدروجين إذن للإشارة إلى نوع الزرات نستخدم الرموز الزرية ك-O و-H وللإشارة إلى عددها نستخدم الأعداد السفلية كالرغم 2 الموجود أسفل رمز زرات الهايدروجين تأمل مركب الأكسيجين العدد 2 يوضح لنا إنه عدد زرات الأكسيجين 2 إذن هذه الصيغة الكيميائية لمركب الأكسيجين وضحت لنا إنه الزرات المكونة لمركب الأكسيجين زرات الأكسيجين أيضا الصيغة دي وضحت لنا إنه عدد زرات هذا المركب 2 لاحظ للعدد السفلي أمل تأملي هذه الصيغة الكيميائية C6, H12, O6 العدد السفلي 6 بيوضح لنا أنه زرات الأكسيجين عدد 6 العدد 12 بيوضح لنا أنه عدد زرات الهايدروجين 12 العدد 6 أسفل رمز الكربون بيوضح لنا أنه عدد زرات الكربون في هذا المركب 6 أما O و H و C بتوضح لنا نوع الزرات عندنا زرات من الأكسيجين ومن الهايدروجين ومن الكربون دون سواهم إذن هذه الصيغة الكيميائية عبرت لنا عن نوع الزرات وعدد الزرات وهي طريقة موجزة للتعبير عن عدد ونوع الزرات التي يتكون منها المركب إذن درسنا لهذا اليوم تحت عنوان الصيغة الكيميائية تعرف الصيغة الكيميائية للمركب بأنها هي طريقة موجزة للتعبير عن عدد ونوع الزرات التي يتكون منها المركب على ماذا توضح الصيغة الكيميائية للمركب؟ توضح لنا عدد ونوع الزرات في المركب ما هي أهمية الصيغة الكيميائية؟ الصيغة الكيميائية بتعبر عن عدد ونوع زرات العناصر المشتركة في تكوين جزيء المادة أو أبسط تركيب للمادة أيضا الصيغة الكيميائية من خلالها يمكن معرفة ما إذا كانت المادة تتكون من أكثر من جزيء من خلال العدد المكتوب بحجم كبير إلى يسار الصيغة الكيميائية مثلا لو قلنا خمسة جزيئات من الأكسجين بنمشي نكتب خمسة أو تو إذن العدد المكتوب بحجم كبير يسار الصيغة الكيميائية وضح لنا إنه المادة تتكون من أكثر من جزيء إذن الصيغة دي وضحت لنا خمسة جزيئات من الأكسجين 5 أو 2 حيث العدد خمسة يشير إنه عندنا خمسة جزيئات من مركب الأكسجين والعدد الثنين العدد السفلي بشير إنه عندنا زرتين أكسجين عند كتابة الصيغة الكيميائية يمكن ابتباع الآتي أولا كتابة رموز العناصر أي نمشي نحول الألفاظ إلى رموز يكتب رمز الفلز إلى اليسار ورمز اللافلز إلى اليمين إذن على يدك اليمين بتكتب لي رمز اللافلز وعلى يدك اليسار بتكتب لي رمز الفلز يكتب تكافؤ كل عنصر أسفله إذن لو عندنا عنصر الصوديوم كتبناه نمشي نكتب تحت طوال التكافؤ نحن عارفين تكافؤ الصوديوم كم إذا تساوى تكافؤ العنصرين يتحدان بنسبة واحد إلى واحد إذن لو كان تكافؤ الصوديوم يساوي تكافؤ الكولور هذا المركب يتحد بنسبة وهي واحد إلى واحد يعني هتكون عندنا زر من الصوديوم مغابل زر من الكولور إذا اختلف تكافؤ العنصرين يتحدان بنسبة هي عكس تكافؤهما إذن لو عندنا تكافؤ الألمونيوم ثلاثة وتكافؤ عنصر آخر إثنين بالتحدى المركب بنسبة هي عكس تكافؤ هذه العناصر تعالوا مع بعض ناخد أمثلة نوضح من خلاله كيف نكتب السيغ الكيميائية اكتب السيغ الكيميائية لمركب كولوريد الصوديوم نتذكر من كلمة كولوريد هذه الكلمة بتشير لنا إلى عنصر الكولور الكولور لما نتحول لأيون سالب بنسميه كولوريد ما هو رمز الكولور؟ سي إل ما هو رمز الصوديوم؟ إن إيه إذن كتبنا اللافلز على يدنا اليمين وكتبنا الفلز على يدنا اليسار تعال اكتب لي تكافؤ الصوديوم وتكافؤ الكولور الصوديوم تكافؤ واحد الكولور تكافؤ واحد الصوديوم هيمشي يشيل تكافؤ الكولور والكلور هيشيل تكافو الصوديوم إذن هنبدل التكافؤات إذن الصيغة هتكون NaCl NaCl بتوضح لنا شنو؟ إن العدد السفلي ل Na1 وهو لا يكتب والعدد السفلي لكلور واحد وهو لا يكتب إذن بدل نكتب NaCl1 كتبنا فقط NaCl إذن الصيغة الكيميائية لمركب كلوريد السوديوم هي NaCl طيب لو في طالب كتب لي Na2Cl هل هذه الصيغة تكون صحيحة؟ أكيد خاطئة لماذا؟ لأن الكولور تكافو واحد وليس اثنين التبصيغة الكيميائية لمركب أكسيد الماغنيزيوم كلمة أكسيد تشير إلى عنصر الأكسيجين الذي يرمز له بالرمز O أما الماغنيزيوم يرمز له بالرمز Mg كتبنا الماغنيزيوم على يدنا اليسار لأنه فيلز وكتبنا الأكسيجين على يدنا اليمين لأنه لا فيلز ونذكر نحن في الصفة الثالث متوسط ها نمشي نعبر بالصيغة الكيميائية للمركبات التي تنتج من خلال الرابط الأيونية أي هي التي بين فيلز ولا فيلز وإن شاء الله في المرحلة الثانوية ها نتعرف كيف نكتب الصيغة الكيميائية للمركب النتج من الرابطة التساهمية إذن نركز في مركبنا النتج من خلال رابطة أيونية أسفل رمز عنصر الأكسيجين نكتب تكافؤ وأسفل رمز عنصر الماغنيزيوم نكتب تكافؤ ممكن نختصر هذه النسبة لتسهل المغارنة 2 على 2 فيا الواحد 2 على 2 فيا الواحد إذن الماغنيزيوم هيشيل تكافؤ الأكسيجين الواحد والأكسيجين هيشيل تكافؤ الماغنيزيوم الواحد إذن الصيغة هتكون مجي أو إذن الصيغة الكيميائية للمركب أكسيد الماغنيزيوم هي مجي أو أكتب الصيغة الكيميائية للمركب كلوريد الماغنيزيوم كلمة كلوريد تشير للمركب الكلور ونحن عارفين الكلور يرمز له بي سي ال أما الماغنيزيوم يرمز له بي ام جي تكافؤ الكلور واحد تكافؤ الماغنيزيوم اثنين لاحظ خطينا الماغنيزيوم على يدنا اليسار لأنه فلز والكلور على يدنا اليمين لأنه لا فلز لاحظ ما ممكن نختصر النسبة دي إذا نمشي نبدل التكافؤات الماغنيزيوم بدلا من اثنين هيشيل تكافؤ الكلور واحد والكلور بدلا عن الواحد هيشيل تكافؤ الماغنيزيوم إذن المركب هيكون مجي سي ال تو حيث يوضح العدد السفلي اثنين أسفل مركب الكلور على أنه عندنا زرتين من الكلور مغابل زرة من الماغنيزيوم لاحظ ما كتب نتيحة عنصر الماغنيزيوم واحد ليه لأنه الواحد لا يكتف في الصيغة الكيميائية إذا الصيغة الكيميائية لمركب كلوريد الماغنيزيوم هي مجي سي ال تو طيب لو في طالب كتب ليه كده مجي سي ال هل هذه الصيغة صحيحة أكيد خاطئة لماذا لأنه عنصر الماغنيزيوم تكافؤ اثنين وطالما تكافؤ اثنين يكتب أسفل عنصر الكولور وعنصر الكولور تكافؤ واحد عشان كده ما كتبناه أسفل عنصر الماغنيزيوم التبصيغة الكيميائية لمركب أكسيد الصوديوم كلمة أكسيد تشير إلى عنصر الأكسيجين ويرمز للأكسيجين بالرمز أما الصوديوم يرمز له بالرمز لاحظا لا في الزات كتبناه جهة اليمين والفي الزات كتبناه جهة اليسار تكافؤ الأكسيجين اثنين تكافؤ الصوديوم واحد بدل التكافؤات إذن الصوديوم هنكتب تحت العدد اثنين والأكسيجين هيكون تحت العدد واحد وهو لا يكتب إذن الصيغة الكيميائية هي Na2O ممتازين إذن الصيغة الكيميائية لمركب أكسيد الصوديوم هي Na2O بتوضح لنا الصيغة الكيميائية دي إنه نوع الزرات من عنصري الأكسيجين والصوديوم بينما عدد الزرات عندنا زرتين من الصوديوم مغابل زرة من الأكسيجين التبصيغة الكيميائية لمركب الماء أكسيد الهايدروجين مركب الماء يتكون من زرتين هايدروجين وزرة أكسيجين إذن نكتب رمز الأكسيجين جهة اليمين لأنه لا فلز ونكتب زرة الهايدروجين جهة اليسار لأنه فلز تكافؤة الأكسيجين اتنين تكافؤة الهايدروجين واحد بدل التكافؤات إذن هايدروجين ها نكتب تحت اتنين ونكتب زرة الأكسيجين العدد السفلي معروف ضمنا هو الواحد إذن الصيغة الكيميائية لمركب الماء هي H2O إذن عندنا زرتين من الهايدروجين بدعادل لنا زرة من الأكسيجين في هذا المركب التبصيغة الكيميائية لمركب ثاني أكسيد الكربون كلمة أكسيد تشير إلى عنصر الأكسيجين وكلمة ثاني بتوضح لنا إنه عندنا زرتين من الأكسيجين الكربون يرمز له بالرمز كبتل سي إذن الرمزين الها نكتبون الأو والسي تكافؤة الأكسيجين اتنين تكافؤة الكربون أربعة لاحظ للنسبة أربعة إلى اتنين يمكن اختصارها لتسهل المغارنة أربعة على اتنين الناتج اتنين اتنين على اتنين الناتج واحد إذن العدد السفلي للكربون هيكون واحد وهو لا يكتب والعدد السفلي للأكسيجين هيكون اتنين وهو يكتب إذن المركب هيكون سي أو تو إذن عندنا زرة من الكربون مغابل زرتين من الأكسيجين إذن الصيغة الكيميائية لمركب ثاني أكسيد الكربون هي سي أو تو أكتب الصيغة الكيميائية لمركب هيدروكسيد الباريوم باللاحظ في جميع الأمثلة السابقة ما دخلت لنا مجموعة أيونية أي زرات ذات وجود جماعي لكن في هذا المثال دخلت لنا مجموعة أيونية وهي مجموعة الهيدروكسيد مجموعة الهيدروكسيد يرمز لها بالرمز OH الباريوم فيلز يرمز له بالرمز BA تكافؤ الهيدروكسيد واحد تكافؤ الباريوم اثنين بدل التكافؤات إذن الباريوم هيمشي يشيل الواحد والOH هيشيل الاثنين طالما عندنا مجموعة أيونية المجموعة الأيونية بنكتب داخل غوسين إذن الصيغة ها تكتب BAOH الكل باي تو لاحظ خارج الغوسين كتبنا العدد السفلي اثنين وهو تكافؤ الباريوم بينما أسفل عنصر الباريوم ما كتبنا الواحد ليه لأن الواحد لا يكتب في هذه الصيغة الكيميائية إذن الصيغة الكيميائية لمركب هيدروكسيد الباريوم هي بي اي ونحن عارفين الفوسفات مجموعة أيونية رمز بي او فور الكالسيوم فلز رمز سي اي لاحظ كتبنا المجموعة الأيونية جهات اليمين وكتبنا الفلز الكالسيوم جهات اليسار ما هو تكافؤ مجموعة الفوسفات؟ أكيد 3 ما هو تكافؤ الكالسيوم؟ أكيد 2 إذن الكالسيوم تحتها نكتب 3 ومجموعة الفوسفات هنكتبها داخل غوسين والعدد السفلي هيكون 2 إذن بدلنا التكافؤات إذن الصيغة الكيميائية هتكون سي اي سيري بي او فور الكل باي تو العدد 2 هو تكافؤ الكالسيوم والعدد 3 الموجود اسفل الكالسيوم تكافؤ المجموعة الأيونية الفوسفات بدلنا التكافؤات إذن الصيغة الكيميائية لمركب فوسفات الكالسيوم هي سي اي سيري بي او فور الكل باي تو اكتب السيغة الكيميائية لمركب كبريتات الألمونيوم في فريق بين كبريتات الألمونيوم وكبريتات الألمونيوم إذن الكبريتات مجموعة أيونية نكتب جيهات اليمين والألمونيوم فيلز يكتب جيهات اليسار إذن رمز الألمونيوم AL رمز الكبريتات SO4 تكافؤ الكبريتات عارفينه في الجدول 2 تكافؤ الألمونيوم 3 بدل بين التكافؤات إذن العدد السفلي للألمونيوم هيكون 2 والعدد السفلي للكبريتات هيكون 3 إذن السيغة هي هتكون AL2 SO4 الكل باي سري إذن السيغة الكيميائية لمركب كبريتات الألمونيوم AL2 SO4 الكل باي سري أكتب السيغة الكيميائية لمركب كبريتات النحاس 2 إذن الرمز دمناقراو 2 إذن التكافؤ لعنصر النحاس الدان لرمز 2 الكبريتات يرمز لها بالرمز SO4 النحاس يرمز له بالرمز CU كتبنا المجنوح الآيوني جهات اليمين وكتبنا الفلز جهات اليسار تكافؤ الكبريتات 2 تكافؤ النحاس 2 اختصر النسبة دي لتسهل المغارنة إذن 2 على 2 في الواحد 2 على 2 في الواحد إذن السيغة الكيميائية هتكون C-U-S-O-4 لاحظ ما كتبنا المجنوح الآيونية داخل الغواس له لأن العدد السفلي واحد لهذه الكبريتات وهو لا يكتب إذن السيغة هي C-U-S-O-4 هل السيغة الكيميائية الآتية صحيحة؟ لاحظ لهذه السيغة N-A-C-L عشان أعرف أنا صحيحة ولا ما صحيحة أمشي أذكر أذكر شنو؟ إنو بنكتب الفلز جهات اليسار وبنكتب اللافلز جهات اليمن تكافؤة الكولور معروف واحد تكافؤة الصوديوم معروف واحد إذن طالما التكافؤات متساوية إذن السيغة طوالها تكون N-A-C-L سيغة صحيحة طيب لو كتب لي هنا تحت ال-N-A-2 هل السيغة بتكون صحيحة؟ خاطئة بتكون لماذا؟ لأنه تكافؤة الكولور واحد وليس اثنين إذن السيغة نعم صحيحة لاحظ لهذه السيغة B-A-O-H هل هذه السيغة صحيحة؟ تعالوا نشوف ال-B-A رمز للباريوم وتكافؤ الباريوم اثنين ال-O-H مجموعة أيونية بنكتب جهات اليسار تكافؤة واحد إذن النسبة هي اثنين إلى واحد بدل التكافؤات إذن السيغة هتكون B-A والواحد لا يكتب أسفل إذن ها نمسحو أفتح غوص لأنه عندنا مجموعة أيونية هي O-H أكتب ال-O-H داخل الغوصين تكافؤ الباريوم اثنين شي لأكتب أسفل المجموعة الأيونية الهيدروكسيد إذن السيغة الكيميائية هتكون B-A-O-H الكل بايتو وليس B-A-O-H إذن غير صحيحة والسيغة الصحيحة هي B-A-O-H الكل بايتو عبر عن ما يأتي بسيغة كيميائية خمس جزيئات نيتروجين النيتروجين يرمز له بالرمز ويوجد في صورة سنائية طالما عندهنا خمسة أكتب لي خمسة إذن كده عبرنا عن خمس جزيئات نيتروجين إذن 5 أنت تعبير لخمس جزيئات نيتروجين أنت حاول عبر لي عن عشر جزيئات نيتروجين عبر عن ما يأتي بسيغة كيميائية سبع جزيئات الكبريتي دالخارسين كلمة كبريتي تشير لعنصر الكبريت الذي يرمز له بكبيتل S أما الخارسين أي الزنك يرمز له بالرمز Zn عندنا سبع جزيئات الكبريتي دالخارسين نمشي نكتب العدد سبع طيب هنا ما في اتنين أو تلاتة أو واحد نمشي نتذكر الكبريت تكافؤ اتنين الزنك تكافؤ أيضا اتنين لما نختصر اتنين على اتنين في الواحد اتنين على اتنين في الواحد إذن شغلنا صحيح إذن بالفعل السيغة الكيميائية هي 7ZNS عبر عن ما يأتي بسيغ كيميائية نترات النحاس النترات مجموعة ايونية يرمز لها بالرمز N-O-C-R والكلام ضحفظ أما النحاس كتب لي العلامة دي معناء النحاس هيكون تكافؤ اتنين ونحن عارفين تكافؤ النترات واحد إذن السيغة الكيميائية هتكون CU أفتح غوص N-O-C-R الكل بايت ليه الكل بايت لأنه اتنين تكافؤ لعنصر النحاس إذن السيغة الكيميائية لنترات النحاس هي C-U-N-O-C-R الكل بايت سم المركبات التالية C-U-S-O-F-O-R S-O-F-O-R دي مجموعة ايونية وهي مجموعة الكبريتات C-U رمز لعنصر النحاس لكن تكافؤ النحاس كم؟ لاحظ للكبريتات تكافؤ اتنين ولاحظ للنحاس أكيد هيكون تكافؤ اتنين وليس ثلاثة لماذا؟ لأنه لما نختصر اتنين على اتنين في الواحد اتنين على اتنين في الواحد إذن النسبة هي واحد إلى واحد وطالما النسبة واحد إلى واحد عشان كده كتبنا السيغة الكيميائية هي C-U-S-O-F-O-R لأنه النسبة بين الكبريتات إلى النحاس واحد إلى واحد إذن كبريتات النحاس نعمل غوثين كده ونعمل خطين الخطين ديل بشيروا لي إنه تكافؤ النحاس هو اتنين فاختصرنا الاثنين مع الاثنين كانت النسبة واحد إلى واحد إذن الإجابة كبريتات النحاس أعمل لي خطين سمي المركبات التالية ZN BR2 ZN رمز للخارصين أو الزينك BR2 رمز للبروم ونحن البروم بنقراو بروميد إذن مركبنا اسمه بروميد الخارصين تعالوا نسمي المركب F2 O3 الأو موجودة جهات اليمين إذن بنذكر الكلمة الها نكتبها أوكسيد F2 رمز للحديد طيب تكافؤ الحديد أكيد هو ثلاثة لأنه موجود العدد ثلاثة أسفل رمز الأوكسيجين إذن نعمل غوثين كده نعمل ثلاثة خطوط إذن المركب هو اسمه أكسيد الحديد ثلاثة أحسنت أحسنت إجابة صحيحة أحسب عدد زرات كل عنصر في المركب لاحظ لهذا المركب عدد زرات عنصر النيتروجين 10 في 2 في 1 عدد زرات عنصر النيتروجين بنجيبها 10 في 2 في 4 لأنه عندنا أربعة زرات من النيتروجين عدد زرات عنصر الكبريت 10 في 1 عدد زرات عنصر الأوكسيجين 10 في 4 لأنه عندنا أربعة زرات من الأوكسيجين إذن نقول له عدد زرات النيتروجين 10 في العدد الخارج الغوص في عدد زرات النيتروجين 1 10 في 2 في 1 في 20 نمشي له عنصر الهايدروجين عدد زرات الهايدروجين 10 في 2 في 4 لأنه عندنا أربعة زرات من الهايدروجين الناتج 80 عدد زرات الكبريت 10 في 1 عدد زرات الأوكسيجين 10 في 4 ب 40 ماذا تعني الأرغام المبينة في هذا المركب؟ لاحظ للأرغام جيدا العدد خمسة بيوضح لنا أنه عدد جزيئات مركب فوسفات الهايدروجين 5 العدد ثلاثة أسفل الهايدروجين العدد السفلي بيوضح لنا أنه عدد زرات الهايدروجين يساوي ثلاثة طالما أسفل عنصر الفوسفور ما عندنا أي عدد معناه عندنا زر واحد من الفوسفور إذن عدد زرات الفوسفور يساوي واحد الأوكسيجين تحت عندنا العدد أربعة معناه عدد زرات الأوكسيجين يساوي أربعة ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة السيغة الكيميائية لمركب هيدروكسيد الصوديوم أكيد دال ناوه هذا المركب مركب تكون من مجنوعة آيونية ومن فيلز وهو الصوديوم كانت حصة رائعة فأنا فهمت الدرس جيداً وأنا كذلك شكرا أستاذ الطاهر عندنا تمرين ختاما تعلم فليس المرء يولد عالما أستاذ الطاهر فيزياء رياضية